اي الصورة يعني او الفيديو الفيديوهات اللي احنا بنجيبها لحضراتكم فبالتالي انا الحقيقة باستغرب جدا جدا لما بشوف الناس بتتكلم بهذا الشكل من حقك ان مرة تلتة ومرة عشرة ومرة مليون من حقك ان انت تنتقد من حقك تقول اللي انت عايزه ولكن هناك نقد بناء يساعد على ان احنا نبني عليه خلال الفترة اللي جاية وهناك نقد لمجرد ان انت ما بتشجعش النادي الاهلي وعايز النادي الاهلي يخسر بأي طريقة فتيجي بقى الكلام اللي هو ايه لو انا اللي بقى لعب كنت زماني كسبت بايرنا ميونيخ فقال العظيم تلاتة الكلام ده انا بعد اتحك باتحك بس ما بعملش حاجة تانية لانه الحقيقة الكلام ده اساسا انت مش حقيقة انت الحقيقة انا الحقيقة فين الحقيقة ان النادي الاهلي هو اللي في بطولة كاس العالم للاندية دي الحقيقة ده الواقع ده الواقع اللي حضرتك بتقوله لكن للأسف كمان بيتقالن من الناس لعبة كرة للأسف الشديد انا لو انا اللي بلعب او لو فرقتي اللي بتلعب كنت زماني كسبت كسبت بايرنا ميونيخ طب كنت الاول يوصل لكاس افريقيا تاني بقولها لك تاني كنت الاول وصلت لكاس افريقيا اكسب بطولة افريقيا الاول وبعد كده نبقى نجي نتكلم فيا جماعة خلي الكلام بالمنطق مش مجرد كلام وخلاص ان انا بسخن الدنيا وبسخن الناس وانا قلت لحضراتكم بالمناسبة انا بننبرح للنهاردة لغاية قبل ما خش الحلقة بيجيلي كمية ميسجز وكمية رسائل من بعض من لايه يشجع النادي الاهلي كلهم ايه بيحاولوا اسمها ايه يهتوني معرفش بتتقالي ازاي لكن بيحاولوا يعني يخوفوني انا يا جماعة ما بخافش انا ما بخافش انا بانتمي لهذا النادي الكبير وهذا النادي العريق وبطلع على شاشة قناة النادي الاهلي عشان اقول وجهة نظر عشان اقول وجهة نظر الجمهور بالمناسبة مش بقول وجهة نظري لما الجمهور بيقعد يتكلم معي فانا اقول زي ما تقول واعمل زي ما تعمل واشتم زي ما تشتم وابعت زي ما تبعت انا بالنسبة لي مش شايفك والله العظيم تلاتة انا ما شايفك لان انتوا في النهاية هم طبعا بعض بعض من لا يشجع النادي الاهلي ومعروفين ومعروفين من اللي بيبعت وبيبعت ليه لكن في النهاية انا حطلع اقول اللي انا شايفه وحطلع اقول الكلام وان عمري ما حبقى فعل انا دايما حبقى ردة فعل حضرتك هتتكلم فيه ناس كتير انتقدت اداء النادي الاهلي انتقدت اداء النادي الاهلي ما عنديش مشكلة انتقد أداء النادي الأهلي إيه المشكلة يعني وفي نادي ده برشلونة بيتم انتقاده وريال مدريد بيتم انتقاده وبييتم انتقاد المدرب ولكن أن أنت تشكك في المدير الفني تشكك في المدير الفني للنادي الأهلي على أساس إيه على أساس أنه هو خسر بطولة دوري كسب بطولة الدور على أساس أنه هو خسر بطولة أفريقيا كسب بطولة أفريقيا على أساس أنه هو خسر كاس مصر لا كسب كاس مصر طب حضرتك بتشكك ليه وبتقول إن المدير الفني التاني أفضل أو التالت أو الرابع كلام الحقيقة أنا باعد أسمع الكلام ده وأعد أضرب كف على كف هو اللي بيحصل ده حقيقة يا جماعة هو فيه ناس بتصدق الكلام اللي بيتقال ده فيه ناس بتصدق الكلام اللي هم بيقولوا ده كلام أي كلام بيتكلمه فلان وعلان وترتان قال المحلل اللي مش عارف إيه لعيب الكرة السابق يا جماعة مش كده النادي الأهلي بيلعب في كاس العالم الأندية إذن يجب أن يكون هناك مسندة أنا مش متوقع مسندة من حد أنا متوقع مسندة من جمهور النادي الأهلي بس وده اللي بيحصل من مبارح وأول مبارح من بعد مبارات بايرد ميونيخ والمسندة واضحة جدا من كل جمهور النادي الأهلي